اللحظات الصعبة اللي بتمر في حياتنا بتبقى تقيلة على بعض الأشخاص بنقول أصعب حاجة إننا نفقد شخص ممكن يكون يتعلقنا بيه ويكون وجوده مهمة في حياتنا أين كان هو الشخص دمين ممكن يبقى أب ممكن يبقى أم ممكن يبقى أخ ممكن يبقى صديق ممكن يبقى زوج زوجة ابن إدنى يعني كل حد حسب أهمية الشخص بالنسبة له فيه ناس بتقدر تعدي وتتجاوز وفيه ناس بتوقف عند المرحلة دي وما بتقدرش تعديها بس خليني في البداية أرجع وأقول إيه اللي بيحصل لنا لما نفقد شخص عزيز علينا بيه بتبقى فيه حاجة صدمة وممكن يتباح إنكار وبعد الإنكار ده هو تبدأ يتصرر تصرفات غير مقبولة بالنسبة لحواليه زي مثلا يتخيل أنه هو لسه مازال موجود لسه يتخيل أنه هو بيتكلم معه ممكن يفتح قطه يخش عليه لو في البيت معه وهكذا حتى في الشغل ممكن حتى محد يجي له جواب مثلا أنه هو إنهاء خدمة أو حاجة ويبقى هو قيموشنة أو عاطفيا يعني متورد في هذا الشغل مرتبط بالمكان مرتبط بالمكان فيبقى عنده عملية رفضه ومش مصدق القرار إزاي تعمله فيها كده أو إزاي مش عارف يستوعب عقله مش عارف يستوعب ومش عارف يتصرف على هذا الأساس قبول يعني بيحصل رفض للصدمة أو الحاجة اللي هي بيصدم فيها ديت وزي ما قلتلك ممكن يتكرر عليه ده يعني زي ما بنقسه أول شهر يا لم يا هل مثلا فكرة التذكر ورفضه إنه هو ما يتذكرش يعني إنه قدرته على الإنكار إنه هو ينكر إنه لا ما سابش الشغل لو حصل له حاجة زي كده مدة مثلا مرتين على مدار الشهر لو حصل إنه هو يبتدى يجي له مود سوينج أو تغير في المود مزاجه يتقلب فجأة يعني يبقى كويس وفجأة يتقلب مزاجه الشخصية كئيبة تماما أيوة وتيجي الويف أو الموجة بتاعت التذكر مثلا زي ميل أو حاجة يرفع سمعه التليفون كأنه هيمارس مهامه عادية مثلا أو هيتصل بالشخص ده أو يبدأ يتصفح أو كمان مع الناس اللي بتطلع معايش بعد آه ده بينزل ده بيلبس الصبح وبينزل ويبقى عايز ينزل لا ده بينزل الفكرة إنه هو في حالة من حالات الدينايل أو الإنكار فهو مش مصدق إنه هو بقى معايش فيزحى الصبح يتقنق ويلبس الفطار بتاعته يلبس الكريفات بتاعته ياخد الفطار بتاعته ياخد القهوة وياخد بعضه وينزل في نفس التوقوص اليومية اللي كان بيعملها ممكن يقعد ينزل في أقرب عهوة يروح أول مرة يكتشف إنه هو هو هناك مش عارف يطلع عشان خلاص أو الناس تقابله أو يخش بحجة إنه هيسلم هنا فكرة التقبل فكرة التقبل الصدمة اللي حصلت دي أو الفقد اللي حصلت فدي تبقى من حاجة لحياة القاسية جدا الحقيقة يعني وخصوصا طبعا من الناس الإيموشن الأول هم بناتنا وستتنا يعني الرومانسيين اللي هم شاعر يعني مش رومانسيين أو يعني بس هم عاطفيين العاطفة عندهم تاني إيه الفرق بين الرومانسية والعاطفية الرومانسية اللي هي تطبيق العاطفة أنا ممكن أكون إنسان عاطفي بس لا أبدي الرومانسية ممكن أكون إنسان عقلاني ولكن أشوه الرومانسية وجيب وارد وجيب كلها إزاي فقا إحنا بنقول إن البني آدم اللي هو عملي وعقلاني بيفكر وبيحكم عقل ودايما تلاقي مشاعره كده على جنب بس كل البشر عندهم مشاعر أكيد ولكن بنسب السجلس طلحة غلط لا موجود موجود بس أعرفش طلحة أو لو طلح طلحة طلحة غلط الترجمة بتختلف أو مثلا يطلحها في المواقف الصعبة قوي يعني مثلا تلاقي كل عب من أبهاتنا مشاعره جياشة ديها أولاده بس ما يمرزهاش قدامه بس الرومانسية وتطلع فين بقى وهم نايمين يروح يغطيهم لما يعرف إن حد فيهم عيان يتصل بالدكتور ويعمل ويتطمن مع زوجته إلا هجبت الدواء ومش عارف إيه بس لا يظهر هذه العاطفة طب وهو ده صح ما احنا قلنا بقى ما احنا قلنا إن هي القدرة على إزهار العاطفة أمام الشخص اللي هو اللي أنا بحس بتجاهه بالعاطفة هي دي منتهى الرومانسية لكن لما أنا أعمل بعض الأفعال اللي هزي ما أكلم بالزوجة بس أو أكلم الدكتور بس هي هنا دي رومانسية ولكن مش عاطفة وصلة للشخص اللي هو الايه اللي أنا شعرت تجاهه بالعاطفة هي دي لكن الرومانسية ده أداة من الأدوات اللي بيستخدمها الإنسان للتعبير عن عاطفته فممكن الناس تعبر بس بعض الوقت مش كل الوقت اللي هما زي ما بقولك بيكونش عاطفي ولكن بيعرف يبقى رومانسي عشان يكسب الموقف يبقى رومانسي عشان يكسب الحوارة يعرف يوظف الرومانسية في مكانها الصح صحيح ودي على فكرة زكاء مش حاجة وحشة مش حاجة صيحة اللي بيعرف يوظف ده في مكانه ما هو طبعا إنه هو يبقى مدرك إن ده المكان الصح اللي يتعامل فيه بالطريقة دي فده طبعا زكاء أكيد يعني اللي عايز حاجة بعرف أخدها تخيليها كده بس مش بالفعل أو بصي أنا دايما بقول اللي عايز حاجة بيقدمها اللي عايزها هو اللي بيبادر وبيقدمها بمعانا إيه؟ يعني ديني مثال كده يعني أنا نهاردة عايزك تهتم بيه؟ هتلاقيني كل شيء بسأل عليكي أخبارك إيه؟ وأخبار أولاد إيه؟ فعودك فهتلاقي نفسك إنك إنتي الراجل ده بكلمني ده كل يوم بكلمني لو أنا كل يوم بعد على حضرتك وانت راح مثلا من البيت راح القناة وأنا بقولك أنت فسكتي سيب عربيتك ما تتهيش نفسك وأنا هاخدك أوديك القناة وأنا راجع من الشغل ايه هعدى عاخدك لو اديك البيت فانتي هتيجي بعد اسبوع كده تقول لي اعتب ما اخد له معايا بقى انس كافيه طب ما اعمل له ساندويتش من اللي بيحبه طب ما اعمل له كذا يبقى انا عشان اخد اهتمامك بيا انا بتديت اهتم بك الاول اديك الاول ده ها يسيها بقى على كل حاجة